والعاديات ضبحا أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري فالموريات قدحا وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لمست بها الصخور لشدة وقعها عليها فالمغيرات صبحا وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح فأثرن به نقعا فحركنا بجريهن غبارا فوسطن به جمعا فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه وإنه لحب الخير لشديد وإنه لفرط حبه للمال يبخل به أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم وحصل ما في الصدور وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك ترجمة نانسي قنقر